بنتين ايويو دكتورة بيترية شطرة وارسل مهنة من ابوها اللي عنده مستشفى للحيوانات وبتكون القولة على دفعتها والكل بيحلف بشطرتها وبتمر بصدمة نفسية وده بسبب انها فشلت في انقاذ واحد من الكلاب ومات ومن وقتها وهي بتخاف تدخل قدة العمليات نهائي وفي الناحية التانية بطنة اسمه شن شاب غاني ورجل اعمال معروف بيشتغل مع جده في الشركات بتاعة العيلة واللي بيكون اغلب تخصصه عن الحيوانات برضو بيكون للاسف عنده مشكلتين الاولى انه مريض قلبه منه هو صغير والتانية هو النعم مطمع وعايز يطيره من الشركة باي شكل فتعالوا نشوف لما يتجمع الاتنين دول ايه اللي ممكن يحصل وبنبدأ مسلسلنا النهاردة مع بطلتنا يويو وهي بتفتكر لقاءها الاول بشين وده بعد ما عملت عملية للكلب بتاعه كارلو نيك حت وبعد العملية بيروح لها شن وبيشكرها على مجهودها وبيديها الالم بتاعك هدية شكره من وقتا وهي محتفظة بالالم ده وكل ما تشوفه تفكر فيه بيكون شايفه شخص رائع ومعجبة بيه وعند ابننا الوسيم قصد الجين يعني بيكون عنده حدث مهم طبع الشركة بتاعته بيكون في حيوانات كتير ولما بيروح ابن عمه شوان يزوره بيقعد يقوله يبطل لعبه ويكتهده وده لانه مش هيعيش كتير بسبب مشاكل للقلب بتاعته وهو مش هيقامل الشركة غريليه وده لاني ابوله هو عم شن يعني راجل ما يعتمدش عليه وفي نص العرض بيكون فيه مقابلة مع شن وتفضل مزيعة تسأله عن الشركة وخططه من المستقبلية بس بيقاطعهم شخص بيقعد يزعق وبيهاجم شن وبيقوله انه بيستغل الحيوانات عشان يعمل حملات تبرع زي دي وهو كل همه ومصلحته وتسويق لنفسه وخلاص ووقتها ابننا شن بيحرجه وبيقوله وانت فرق معاك في ايه اهو انا على اقل بساعد الحيوانات دي فعلا وبحميهم واه حاجة زي دي بطبيعة ترحيل بتفيتشير كيتي بس دي حاجة طبيعية ويا سيدي لو مش عاجبك الشرع مليان حيوانات ظلا محتاجة مساعدة روح سعيده ومنت وارينا شطارته فبيتعصب الشخص ده وبيحاول يهاجمه ووقتها بيقع عليه ستند من الموجودين وبينقلوله المستشفى وعندي يويو اللي بعد ما سدقت انها خلصت شغل بدر عشان تروح ترتاح بس بتتفاجي لما بتلاقي اهلها كانوا بيحضرولها مفاجأ عشان عيد ميلادها بس هي كشفتهم وبيمسكها اخوها بيقول لها بص احنا من امبرح بنحاول نحضر المفاجأة دي فروح شوفلك حاجة تعمليها على ما بابا يجي بالكيكة وما تنسيش تعملي نفسك متفاجأة ها فبتكرر تنسل تلف شوية واتأكل قطة الشارع بس بيقطيع اتصال من اخوها اللي بيقول لها ان ابوها تعف فجأة وتنقل على المستشفى ولما بتروح هناك بتسأل عن قوضة والدها ولما بتدخل بتلاقي والدها نايم ومغطين وفطة نهار وده لعنها بتفكره ميته بتعطي عاية وتنادي عليه ويعني ما تعرفش ان ده مش ابوها دابننا الغلبان شين وابن عمه لعبيته هو اللي غطى راسه وكده قصة الدكتور قال له سيبه يرتاح راحة تامة فقال لي كفن عشان يرتاح صح بس هو شكله كده مش مكتوب له راحة وده لانه سيحي لقى في واحدة مجنونة عملت عاية وتهزي فيه وتقول له لا يا بابا والل هو انا خلفت الشحضة دي انت بس لما بتشوف وشه بتستوع بالغباء اللي عملته وبتفضل تعتذر منه والل هو اسف فكرتك بابا ووقتها بيتصل عليها اخوها بيبلغ برقم قدت باباها فبتعتذر تاني وبتمشي كل ده وشين عمال يفكر هو انا شبه ابو دي ازاي يعني ولا تكونش مجنونة ولما بتوصل يويو عند ابوها بيتبلغ امامتها اني باباها ده بس شوية هو بيصول علي سكره نزل وهو كويس دلوقتي بس بيرتاحه وتطلب منها تروح للمستشفى تهتم بيها في غياب والدها وفعلا بتكرر يويو ترجع للمستشفى بس في الطريق بتقابل كارلو الكلب التعشين واللي بيكون منهار قدام المستشفى وده بعد ما فضل يجري وراء العربية اللي اخدت شين للمستشفى ولان كارلو قلبه كمان مريضه ما تحملش الجري ده كله فهي بقى اول ما شافت حالته دي كارلوارت تاخد الكلب المستشفى بتاعتهم عشان تعالجه بتنزل بعدها صورته عشان صاحبه يلاقيه واول ما شين بيخفه بيطلع من المستشفى بيعرف من ابن عمه ان اللي عمل الفيلم الهندي ده وكان وراء اللي حصل هو عمه بيقول له هو ابو يا بس انفخ ولا همه ولما بيوصل الشركة بيلاقي عمه بيمدي صفقة مع حد بس هو بيتدخل وبيقطع العقد وده لان الجودة بتاعت منتجات الراجل ده وحشة وبيعرف من موظف عنده ان الكلب بتاعه هرب واختفى وفي فيديو الواحدة بتاخده من قدام المستشفى بس مش لقيينه وبالليه في المستشفى بيجي شخص اليو يو بيقول لها ان الكلب ده بتاعه وعايز ياخده بس هي بتشك فيه وده لان الكلب ما تعرفش عليا والشهادة اللي مع الراجل اللي بتثبت ان الكلب ده تقعه مكتوب فيه ان الكلب عنده 3 سنين وهو عنده 8 اصلا فبتحاول تجار الراجل ده وبتقول له بص طيب الكلب معلق محلول دلوقتي لما يخلصه يخليك تاخده و تعالى نشرب شاي لحد ما يخلص وبتقعد الراجل في المكتب بتاعها وبتجرجره في الكلام وهي بتسجله وبتعرف ان الراجل ده تجر كلاب اصلا وكان هياخد الكلب ده عشان يبيعه المحل بيبيع لحم كلاب بما انه مريضه محدش هيشتريه فبتقول له طيب لو انه هشتريها تبيعه كام وعلى حظها بيوصل شيل في الوقت ده وبيتخاني معاها وده لانه بيفكر على سرقة الكلب وبتحاول تتجر فيه دلوقتي وبيقعد يقول لها هذي كارلوس قبل مودك في داهيا وبيروح ياخد كارلوس وهي بتفضل تحاول توضح له انها بريئة وانها كان بتسجل للراجل بس ان بايلها بيكون الكسر بسببه ومش بترى بتوري التسجيل فبيمشي وبيسيبها وبييجي كلب محتاج عملية بس هي بتنهار في قضة العمليات ومش بتقدر تعالجه فبييجي دكتور تاني يكمل العملية وتقعد يوم انهاره وبتقرر تقدم استقلتها وتسافر وده لانها حاسة انها بقت فشلة ما بقاش لها لازمة وبيوصل لشين فيديو ليويو هي بتنكس كارلوس كلب وبعدين بتشيله وبتنقله للمستشفى فبيكرر يروح لها تاني يوم ويعتذر لها وبتعرف يويو ان ابوها تصاب بسجدة دماغية مش سكره كان نازل ولا حاجة وبتعرف كمان ان بسبب ده وظيف الحيوية ممكن تتأثر ولما بتسأل مامتها هيخبت عليها ليه بتقول لها انها عملت كده عشان عارفة انها عايزة تسيب الشغل وانها مش عايزة تشيل هم حاجة وتمنع نفسها من انها تعمل اللي يسعيدها بسبب ده عشان وهو ما بقاش موجود وبكده انت اخلطه بالعقد وبيكرر يسيب لهم مول عشان يرجعه فلوسه خلالها وإيه اللي هيجي يحجز على المستشفى بالاجهزة اللي فيها وبتنهار يويو بيكون مش عارفة تعمل ايه عشان تينكس المستشفى اللي ابوها عاش عمره كله يبني فيها وبتقرر تحاول تاخد كارد من البنك او تلاقي مستثمر تاني في اقرب وقت وبيروح شن للمستشفى بتاعت شوه عشان يقابلها وبيحاول يهرب منها في الاول بس بتعرف عربيته اول ما بتشوفه وبتسمع سوك كارلو فبيضطر يفتح لها وقتها بيعمل نفسه جاي يتشيك على كارلو اللي اول ما بيشوفه الاكل بتاع الكلاب اللي هي عاملها بينقض عليه في حين ان شن بيقعد يجاهز له اكل بالساعات وهو مش بيردى ياكله فبيحس ان حتى الكلب بتاعه بيخونه ولما بيقول لها انه عارف انها ما كانش اصداع تخطف كارلو وبيعتذروا بيقول لها انه عايز يدفع حساب المستشفى بتقول له حساب المستشفى اللي بيدفع عليم الجامد وتليفوني واحد مجنون كده اللي هو انت يعني يقصره فمش هتعرف تحول لي على حساب الشخصي فاعتبر الحساب الدفع وخب كلبك ويمشي وبتديله القلم اللي ادهولها زمان ولما بيعرف انها انقاذ كارلو زمان بتقول له انه كان قدوتها ايام الجامعة زمان بس دلوقتي خلاص وتدهوله فبيحس التقنيم الضبير اكتر بسبب اللي عمله وبيكرر يعرف معلومات اكتر عنها وعن المستشفى بتاعتها وفي نفس الوقت بتفشى اليو في انها تلاقي اي حل والوضع بيبقى اسوأ لما بيكون في اطباء عندها عايزين يستقيله وناس عايزة ترجع فلوسها بعد ما عرفوا اللي حصل وبينشغل شين في مشاكل بسبب عامه اللي بيحاول يوقعه في مشاكل قدام مجلس الادارة عشان يكون شكله وحش بس هو زاكي وبيعرف يطلع منها كل مرة بمساعدة منج صديقته وبيحاول يسخن جده عليه عشان الجد بيكون مكرر ان يسلم ادارة الشركة لحد منهم واللي غالبا هيكون شين فبيحاول محاولة اخيرة وبيكن عالجد انهم يختبروا شين مرة اخيرة وده عن طريق انه يختار مستشفى على وشك الافلاس ومنهارة ولو عارف ينقذها وينجحها هيسمح له يمسك الادارة ولما بيعرض عامه علي انه يختار له مستشفى بيرفض شين وبيقوله ان في مستشفى معينة في باله وبيكون قصده على مستشفى تيويو وده لانه لما دور عليها عرف انها على وشك الافلاس ولما بيروح ليويو المستشفى بيلاقي في ناس بتهجمها بسبب انهم عايزين فلوسة فبيكرر يدفع لهم ويرجع لهم فلوسه ولما بيخلص بتشكره بتقوله انها ترجعها له في قرب وقت فبيعرفها انه مش عايزهم وبيديها تليفون بدل اللي كسره وبيديها رقمه وبيقولها انه عايز منها انها تمضي عادة معاها عشان يستثمر في الشركة وبيديها معاها بالليل في بيته وبتتحمس عامتها وبتخليها تتشيك وتلبس والله هو يعني عشان تغريه وتعرف تحط الشروط اللي هي عايزاها بس هو اول ما بيشوفها بيقولها انه انت لابسها ده انت فاكره نفسك راحة فيه ولما بتلاقيه بيعمل اكل بتقوله يويو ما كانش ليه لزوم تتعب نفسك كده والله فبيقولها الاكل ده للكلب فانا مش تعب نفسي بس الكلب بتاعه بيسيب اكله ده وبياكل من اكله يويو اللي بيكون جايبة معاها ليه فبيتأكد ان كلبه بيخونه قدام عينيه وبيقعدوا يتناقش عن شروط الصفقة وبيقولها انه هياخد 70% من الاسم ويديها 30 وبيحطي لها شروط صعبة والله هو مين قال لحضرتك انها ضحب مستشفى والدي اللي تعب عليها واسلمها لك كده وبتهزا وبتمشي وهي متعصبة والله هو احلا بنشحاتش يا بيه بس بعدها بتكون في موقف صعب بسبب المستثمر اللي بيضغط عليها والدنيا اللي تقفلت في الشهر وبيديها مهلة 3 ايام ولما بتروح تتكلم مع ابوها بيشجعه بيقولها انه عارف انها قوية وتقدر تعمل كل حاجة وبيطلب منها انها تعمل اللي تقدر عليه وما تفكرش في حاجة تانية فبتكرر تضحب شوية كرامه وبتروح لشين شركته واللي بيكون طالع عينه بسبب كرله لو مش راضي يأكل خالص واللي اول ما بيشوف اكلها بيخلص الطبق في ثواني وبيكون هيكل الطبق كمان واللي هو يا ابن المفجوع اللي يشوفك يقول انه مجواعك وبيكرر شين يتنازل وبيقولها اقولي للوصحة بتاعت الاكل وهتنازل شوية في الشروط بتاعتي فلسه هتمشي وتسيب ولا اتكرره السحكيس الاكل منها وده بيخليه يتخاني معه واللي هو ما تخدش منها حاجة قبل ما توافع على الاتفاق وبيقعد يتخاني هو ويويو ووقتها بيقعد على بعد في نفس اللحظة اللي بتدخل منجي فيها وبيكون معاه طبيب شخص الشين وده لان جده اللي امر بدافع بيقولها تسلمي والله يا غاليا بس انا اخترت دكتورتي بنفسي اعرفك يويو دكتورتي الخاصة سيب تقوله تمام حل وخليها بقى تيجي تقابلك جد عشان كان عايز اشوف دكتورك الشخصي وبتمشي وهي مولعة وبتفضل يويو وتتخاني معاشين وبتقعد تقوله انا دكتورة بيتري وبعالك حيوانات بس وانت مش معترف بنفسك كإنسان ولا ايه فبيقعد يقنع انها تمثل معاه بس قدام جده ده لانه مش عايز دكتور يلزق في 24 ساعة ويقرفه فبيقوله لا طبعا انا اخلاق المهنة ما تسمح ليش اكدب كده فبيقولها طيب هحطيلك شرط في العادي يخليك يكون انت المسؤولة عن القرارات المستقبلية للشركة وبيقولها كمان هيضمن لها ان الاستثمارات مش هتتساحب ابدا فبيتقوله اصلا من اخلاق المهنة اننا نساعد اللي عايز مساعدة قولي جدك عايز يقابلني امتى وبيقابلك جد على طول في نفس اليوم وبيعجب بيها ولما بتقعد منجي تسأل عشان تتأكد ازا هي الدكتورة ولا لأ بتلاقيها بالجاوب عادي بس محدش بياخد باله من انها بتكون بتتكلم عنه زي ما يكون كلبي لما تصوب ده حتى لما بتقولهم انها تعمل له انعشل وفقد الوعي بدل ما بتقول هنفخ في بقه عشان التنفس الاصطناعي بتقولهم هنفخ في مناخيره ولو الحالة معقادة هقعد اسحب لسانه بس الحمد لله بتعدي على خيره ومش بيكتشفه واول ما بيطلع بيقعد شين يقولها انت شايفاني كلب في فروه قدامك عشان تقول الهبل اللي قلتي ده فبتقول لله وانا ما يلمشتا اللي قلتي لا مسل وماليش دعا بحاجة ثانية وفي يوم بيجي للعيادة راجل عجوز بيشتغل عامل نظافه ومعا كلبه اللي تصوب جامد بسبب ان في عربية خبطت العجوز والكلب ولما العجوز قاعد يتخاني معهم عشان مش مركزين في الطرق اما الراجل اللي كان سايق نازل وضربه جامد هو والكلب بتاعه ولما بتشوفه يويو بتاخده عشان تنكزه بتعمله الاسعفات الاولية للكلب وبتطمن الجد عليه وبتاخد منه مبلغ بسيط جدا وبتقوله ده المستشفى عامل عروض الفترة دي كل ده بيشوفه شين اللي بيكون في المكان عشان يمضي العقد مع يويو ولما بيعرف ان المستشفى بتعمل كده على طول مع الناس المحتاجة ومش بياخدوا منهم فلوس او بياخدوا مبلغ بسيط جدا وبكون تيان بتسجل حيات اللي زي كده في الدفتر عندها ولما بيبص عليه بيعد يتخاني معيها وبيعد يقول له ولو الجد مش قادر يصرف على نفسه بيعزب الكلب ده معالي وبعدين للمستشفى اللي سيتحمل تكاليف العلاق ده حين انهم بياخدوا نفس المعاملة اللي بياخدها الشخص اللي بيدفعه اكتر فبتتدائيه يومين كلامه جدا وبتحس ان مش هو ده الشخص اللي عنده نفس المبادئ بتاعته وله هو ده بيتكلم كده وهو لسه مستصمرش حاجة فتخيل لو استصمر وبتتخاني معاه وبترفض توقعه وبتقعد تشتكل عامتها وتقول لها انه انالي وهم الفلوسه بس ومستحيل تشتغل معاه فبتقعد عامتها تهديها وتقول لها انها لازم تدور معاه على حل وسط لانها ما قدامهاش خيار غيره حاليا وفي يوم بينهار الجد ده وبينقلوا الناس في الشارع للمستشفى وبيفضل الكلب بتاعه رغم اصاباته الى انه بيستنى صاحبه قدام باب المستشفى وده لان الجد ده هو اللح ما بعد ما كان كلبه مشرد والعيل بتعذبه وكان بيهتم بيه على طوله وبيحميه فكان عيلته حرفيا وكان بيحاول كل فترة يستغل ان الحارس بيبعد عن الباب عشان يدخل المستشفى يطمن على الجد ويطلع تاني وبيفضل المستثمر يدي ايويو بيكون بايلها في المهلة يوم واحد بس ومع انها بتكون عايزة تولع في شين الى انها بتخلي اخوها يروح يدير كارلوس الاكل اللي هي بتعمله ووقتها بيجي لها اتصال من زميليتها في الجامعة عشان في حفلة لم شامل للدفع في الاول بترفض بس بعدين بتكرر تروح وخلاص ولما بتوصل هناك بيكون في حربوة كده بتقعد تتفخر بالمجوارات اللي خطيب عجبها وبتقعد تحرك في ايويو وتقول لها مع انك كنت دايما القولة في الجامعة وقدوة للكل اللي انك فشل حاليا وشوية وتقول لها سمعت ان المستشفى بتاعت اهلك هتفلس قرائب وجوي لو محتاجة مساعدة ممكن اكلم لك خطيب عشان يستثمر عندك كي بتكون يويو متعصبة وبتفضل تشرب عشان تهدأ وبتقول له من المشكلة مش انه مفيش مستثمرين الفكرة انه مفيش مستثمر مناسب فبيكذبوها واللي هو عادي لو طلط المساعدة مش لازم تكذبي فبتقول له مني شين رجل الاعمال المعروف واحد من المستثمرين دول اصلا بس محدش بيصدقها برضو وعندشين لما بيلاقي اخو يويو جايب الاكل الكرلوس وبيعرف منه ان يويو مجاتش عشان مش طيقه بيحس ان يزودها وبيكرر يبعت لها عشان يتناقشه ووقتها بيلاقيه حزفته من علويشات ولما بيتصل عليها بتوعب تشتمه وتتخاني معاه وهو بياخد باله من انها مش في وعيه وبيتفاجي لما بتفش في وشه وبتبلكه ولما بيتصل على المستشفى اللي شغالها فيه بترد عليها عامتها انها ممكن تكون عمل الدابل غلط وده عشان هي اكيد مش في وعيه وبتسكر بسرعة وبتستغل الفرصة وتطلب منه يروح يوصلها وبتقوله على اسم المطعم وبتقفل بسرعة فبيضطر يروح وهو بيتوعد لها على البلوك كده ولما بيوصل بيكون سكرانة جدا ومش في وعيه ولما بيطلب منها تركب معاه بتقضي زعال فبيقوم شهيلها على كتف وحططها في العربية ولا هو انت لسه هترغي كتير كل ده وزميلها كلهم موقفين وده خلى الحربوقة تولي على اني مش بس كلام يوو طلع صح لا ده كمان شكلهم بيتوعدوا ولا حاجة واللي مش بيعجبه الكلام ده برضو هو زي وده بقى يبقى اسميلها برضو بس شكله معجب بيها وده بيكون دكتور معروف جدا ولسه جاي من بره وبيخطط انه يشتغل في نفس شركة شين عشان مقدمين لي عروض شغل وبيفضل شين يسأليه كل شوية هو اه عنوان بيتك يا غالية وهي ترد عليه وتقول نمشي على الكيشان يصطر ومهما يقول لها يا حاجة فوق الكيشان ايه دلوقتي يقول ام العنوان مش بترد عليه وبتقعد تشخر كمان وهي نايمة فبيحاول يقرب التليفون منها يمكن يفتح ببصمة الوش ببن بينفعش ولما بيقرب عشان يحاول تاني بيلاقيها فجأة صحت ونزلت على وش وقلام وراء بعض ولا كأنه متحرش فيعيني الوات بيحس انه مش مسدق اللي بيحصل له بالذات لما بترجع تنام ومش بتقول له العنوان برضو فبيضطر يقعد قدام المستشفى بتاعتها وينام هو وهي في العروية واول ما بيصحوا الصبح بتفتكر يو يو عما يلها وبتكون عايزة الارض تنشأ وتبلعها من الاحرام وبيروح عشان يفتروا مع بعض وهو بيفضل يهزقها على البهدلة دي وعلشان تراضي بتعزمه على الفطار بس هو بيقول لها انه مش كفاية دي نفخيتهم بارح إقلام وهما ماشيين فبتتفاجئ يو يو لما بتلاقي حاجة الجد محدودة في جنب ولما بتسعد صاحب المحل هو الجد فين هو والكلب بتاعه بيحكي له عن تعب الجد وإنه في المستشفى فبتروح هي أو شين ولما بيوصلوا بيلقوه محدود في الطرق بتاعت المستشفى وده لإن محدش دفع رسوم أي علاج ومزهر لهش أي قرايب وإنه دخل في غايبوبة ومحتاج عناية فبيكرر شين ان يدفع هو المصاريف وبتشكره يو على مساعدته وبتقوله انها تدور على الكلب بقى أول ما يرجعه بس التتفاجئ لما بتلاقي الكلب واقف على ماب المستشفى ومش راضي يأكل أو يتحرك فبتقرب منه ده لإن جرحه فتح وحالته اتدهورت بس الكلب بينهر فجأة أصلا وبيضطر ياخده له المستشفى وأول ما بيهو بتدخل العمليات بيجي له نفس الحالة ومش بتقدر تعمل العملية وبيجي الدكتور تاني مكانها كل ده وشين وقف بيتفرج وهو مش فاهم هي مالها ولما بيروح وراء مكتبها بيلاقيها منهارة وبطعيات فبيقلع عليها وبيفضل يسألها عن سبب الحالة دي وبقتها التحكيل عن الكلب بتاعها من وهي صغيرة واللي كانت متعلقة بي جدا بس في يوم من الايام بيتعب جدا الكلب ده وبيحتاج عملية ولما بتعملها بتفشل وبيموت الكلب وده سبب انهيار كبير ليها ومع ان والدها فضل يقنع ان ده مش غلطة وان العملية كده او كده كان مستحيل تنجح بس هي بتفضل تفتكر الكلب بتاعها كلما تدخل قدرة العمليات وبتخاف فبيقعد شين يهون عليها وبيقعد يقولها انه مش غلطتها وانه عارف انها دكتورة شطرة وده لانه شافه قدام عينه هي انقاذ الكارلو زي قبل كده وعارف انها انقاذت ارواح حيوانات كتير فمستحيل تكون دكتورة سيئة فبتهدى شوية بعد كلامه ده وبتشكره على دعمه لها وللأسف بيموت الكلب بتاع الجد وده لان حالته كانت صعبة وبتروح بالليل يويو للجد هي وشين وبيبلغوا بالخبر فبينهر على صاحبه اللي مات وسابه وبيفضل يعيط وبتفضل يويو تديها هي وشين وبعدين بيسيبوه هم زعلانين عليه جدا وبيكرر شين يستغل الفرصة ويمدي معاها العقد قبل ما يلحقوا يتخنقوا تاني على اي حاجة وبيكرر يعمل معها خطة عشان يعوضوا الخسائر وينجحوا المستشفى وبيكرر يخرج معاها عشان يتكلموا في التفاصيل وبيعض يقول لها ان المستشفى عندها مشكلتين الاولى انها مبنية على وجود ابوها يعني لو ابوها مش موجودها تختفي المستشفى وده هي شافته بنفسها وتاني مشكلة هم الموظفين بتاع المستشفى كلهم عايزين يتغيروا فبتتعصب وبتقولوا انهم موجودين في المستشفى بقالهم سنين ويعتبروا زي اهلها فبيقول لها اهل ايه ولاخوك الله بل وهو طول الوقت عاد تليفون وعمل مشاكل مع الزبان وفضحنا ولا عمتك اللي تتكلم عن الناس المتقمسة شخصية خلتي اللاتاتة لدرجة انها مش بتقوم بشغلها صح ولا باقي الطامي اللي محدش يوم بيحترمنا ولا معبرنا ومش عايز اتكلم عن الموظفة الجديدة اللي قلتلك وترضيها لان السيفي بتاعها مزور ومع ذلك انت عاد تقولي خلينا نديها فرصة وأصري تنعينها هو انت فاكرها جمعية خيرية ولا مستشفى وبيبضلوا متخنقين كده وبتعاملوا مع بعض ببرود لحد ما فيهم بيجي كل بتعبال المستشفى فبتروح تكشف عليه وبتبلغ الممردين يعتنوا بي ازاي وبتروح لجدة كبيرة في السنة عشان تكشف على قطتها ولما شين بيعرف ده بيصر انه يوصلها وفعلا بيروحوا وهما مستنيين المحلول بتاع القطة يخلص بيقعدوا يتعادبوا وبتعود تتخني معاه وتقولوا انت بعدكش قلب واكيد بسبب كده انت سنجل لحد دلوقتي وعمرك مرتبط فلا لا يا بيت حشي وانت حبابك مغرقين الدنيا كتكنيلة فبتستوعب ان الحال من بعضه اصلا وبيقعد يسألها عن دين الدكتور زميلها اللي واضح انها معجبة بي فبتعرفوا انها كانت بتكراش عليه زمان مش اكتر اتدروا الباعة اللي مخلي صحبته جنبه وعارف انها معجبة بي فبيسكت كده وبنسكت كلنا والله عشان معرفش هي لي قلب اتخنات اتنين مرتبطين مش في مستشفى خالته انت هوه وعشان تتكلمه عنه وفي موظفين وليلة كبيرة بس هو بيتضيق من كلامها وبيقولها روح روح يشوفه قطيتك وبيرجعه يتخنقه تاني ومجرد ما بيرجع له المستشفى بيتفاجئوا ان الكلب اللي كشفت ويهو عليه الصبح جات له ساكتة قلبية وكانها يموت وصاحب الكلب بيمسك الدكتور وينفخه وقال كلب تنقذ الحمد لله بس اللي حصل ده لازم يتحقق فيه ولما بتحقق ايو وهي وشينفي اللي حصل بيعرفوا ان فيه حد ده للكلب ده وغلط فبتقعد الممرضة جدا تقول انا ماليش عركب اللي حصل انا ملمستش الكلب اصلا ولا حقنتم حاجة واللي عملت كده هي الممرضة التانية في حين ان الممرضة التانية بتنكر الكلام ده وبتقول انها اه هي اللي حقنت الكلب بس الممرضة الجديدة هي اللي عبت الدواء في الحقنة وعلشان كده شين بيقولهم طيب بصوا انا معرفش مين السادق ومين الكذاب بس واحدة منكم لازم تتحمل المسئولية هتردكم انتم الاتنين وبتفضل كل واحدة مصرة على موقفها وبيضي الدكتور من اللي شين بيعمله ده وانه كده بيظلم واحدة منهم وبيقولهم ان لو طرد الممرضة القديمة هيستقله وبيمشي ويسيبه ولما الممرضة القديمة بتلاقي الدنيا مقلوبة كده بتقرر انها الضحية هي وتستقل عشان ما تعملش مشاكل بس شين بيقطعها بيقولها ما تبقاش غبية وتتحمل غلطة هي ما عملتهاش وبيقوم مطلع عيلبة الدواء الغلط وبيقول للممرضة الجديدة منين بتقول انك مقربتش من الكلب ومنين الرش بتاعك موجود على عيلبة الدواء وبيقول لها منعرف من الاول انها كدهبة بس سابق كامل تمثيل عشان يختبرها وبيقرر يطردها وبعد ما بتخلص كل حاجة بتقعد يوي وتفتكر انه فعلا شين كان معها لما قال ان الدكاترة القدامة مش بيحترموهم ولما قال لها ما تعينيش البنت دي عشان كدهبة وبتحس بتقنب الضمير وبتعتزله وبيوصلوا اخيرا لحل وسط وهو انهم هيعمله تقليم لاداء كل واحد بيشتغل واللي مستوى هيكون كويسة هيدلوا مكافأة واللي مستوى هيكون تحت المستوى هيتخصم منه وبعد ثلاث شهور هيكرروا مين هيضطرد وفعلا بيبلغوهم بدا وبياخد الدفتر اللي فيه المعلومات اللي بتجمع عن الناس من الناميمة وبيقول لها لما تتعلمي ازاي تعمل شغلك هرجعه لك وبيحاول الكل يعترض على اللي حصل بس هيو بتقولوه من دي الخطة اللي هتنفع لو هم بجد عايزين المستشفى تنجح فبيسكتو وبتمر الايام وبتبدأ المبيعات تزيد بفضل الخطة اللي شين عملها والفيديوهات الترويجية اللي صوروها وبيكون الكل بدأ يكتهد عشان مش عايزين يتخصم منهم والدنيا بيكون ماشية تمام بس شين بيعرف هيو ان الخطة اللي هم حطينها مفعولها مش طويل يعني مجرد ما هتخلص الضجل على المكان المبيعاتها تنزل تاني ولما بتقولو طيب وإيه الحل بيقولها دي مشكلتك انت بقى انا حطيت الخطة الاولى انت حطي الخطة التانية وبسبب ده بتكرر ريو انها تعمل منشورات فيها كوبون خاص وتنزل هي والطائم كله ويوزعها في الشارع كنوع من انواع الدعاية بس الفكرة بقى انها بيكون لبسة كعب وسبب انها بيكون وقفة طول اليوم بيكون متعورة فبيقعد شين يهزي عشان لبسة كعب وهي عارفة انها تفضل وقفة طول اليوم وبيضيها لازق عشان رجليها وبيكرر بقى انه يشيلها على دار عشان تكمل توزيع المنشورات وبيكون الكل مستلطافهم وبياخدوا منهم الكوبنات بس عشان عجبهم شكلهم العبيد ده اللي مش بيعجبوا شكلهم هي صاحبته زي اللي بتشوفهم مع بعض وبتولع من الغيرة وفي يوم بيلاقوا فيه كلب متساب على الاباب المستشفى مع ورقة مكتوب فيها انه عنده كرحة في المعدة ومحتاج مساعدة ولما بيسيبوا الاخوه عشان يرحاوا بيسيبوا وبيروح يلعب في الحمام ولما بيرجع بعد ساعة بيلاقيه اختفى ولما بيدوروا عليه بيلاقوا رجع تاني لوحده فبيستغربوا بالذات لما بيلاقوا انه فيه اكل وحلويات مختفية من مكانها ولما بيرجعوا على الكاميرات بيعرفوا ان الكلب اللي سرقهم ولما بيحاولوا يدولوا اكل عشان يعرفوا وبياخدوا فين بيلاقوا رايحا دي مكان كده وبعدين بيختفي فبتفتكر عم تيو ان الكلب ده اللي عنده نطبه في بطنه وكان موجود عندهم قبل كده وكان الكاتبة معلومات عن صاحبة الكلب في الدفتر وفعلا لما بترجع وبتدور بتعرف ان في طالبة مدرسة جابت الكلب ده قبل كده وابو يو عمله عملية ومخدش منها فلوس عشان ما كانش معيها ولما بيدوروا على مواصفات البنت دي بيلقوها اخيرا قريب من المكان اللي اختفى في الكلب قبل كده ولما بياخدوه البيتها بيعرفوا قصتها وهي انها لقيت الكلب ده قبل كده في الشارع وكان متصاب ولما اخدته للمستشفى ساعدوه مرضاش الدكتور ياخد منها فلوسه من وقتها والكلب ده صاحبها اللي مش بتتخلى عنه بس مؤخرة ما متها تعبت ومبقتش قادرة تتحرك وحالتهم المادية بقت اسوأ ولما تعب الكلب بكنش عندها قدرة انها تعالجوا او تعتني بيه بالذات عشان هي واماها يسافروا للقرية بتاعتهم ويعيشوا فيها فقررت تسيبه عندهم وهو كان كل فترة بيرجع لها عشان يتزيع الاكل والحلويات اللي هو عارف انها بتحبهم فبيتأثر الكل بقصتها وبتعرفها يو ان الكلب بتاعها يكون في المستشفى عندهم واول ما تخلص مدرسة وتروح الجامعة وتكون قادرة تاخد بالها من الكلب تقدر تيجي تاخده وبعد اللي حصل ده بيروح شين للعمة ويرجع لها الدفتر بتاعها وبيقول لها انه عايزها تستخدمه بطريقة صاحة زي ما عملت النهاردة وما تخليش ده يأثر على شغلها فبتاخده وبتبعيده بده وفي يوم بيجي ابن عام شين للمستشفى وبيعمل نفسه عايز يقدم على شغل نهار وده لانه شاف يوه بالصدفة قبل كده وهي طالع من عند شين يوم ما كانت في المستشفى من وقتها وهو ما اعتبارها حب حياته وكرر يشتغل في المستشفى بعد ما عارف اسمها وما كان شغلها بسبب بطاقتها اللي وقعت وفي الاول بتترضي ديوف انها تعينه وده لانه اه شهادته مش قليه لو كان بيدرس برا الى انه مش بيكون عنده اي خبرة عملية بس لما بيحصل مشكلة قدامهم ببيعرف يتصرف وبيحل الموضوع بتحس انها ممكن تديله فرصة وبتسأله كام سؤال كمان وبعدها بتقبله كل ده وشين ما يعرفشه اول ما بيشوفه بياخده على جنبه وبيهزه وبيطلب منه انه يستقيل بس التاني بيرفض وبيقوله انا مش هضايا حب عمر من ايدي وبيتفوا انهم ما يعرفوش حد انهم ولاد عم بالذات يو يو وبيحاولت شين ابن عم شين يقرب منها باي شكل يعني شوية يجيب لها اهو عشان يرغي معاها وشوية زبط خاشان يخليه يقعد معاها لوحدهم اهو عشان يقوله هي بتحب ايه وبيكرر في عيد الحب انه يعمل انه فيه طلبات كتين من ناس عشان يمشوا الكلاب ليهم وبيخليها اخوها تروح تمشيهم معت شين وده لانه عارف انه صاحبه هيعمل عرض العرب نارية كبير لحبيبته فقالا استغل الفرصة واعمل نفسي عامل لها هي وهبهرها شوية وهي ابتتبسط بالعرض بتاع الالعاب النارية الى انه لما بيقولها انه هو اللي عامل العرض ده لها بيتفاجئ ان الالعاب عملت شات الكتابة بتقول بحبك يا لولو فبتستغرب وبتسأله لولو مين فبيقابل نفسي عبيته بيقولها ما عرفش سواني هروح اسأل مين لولو دي وبيمشي ويسيبها وفي نفس الوقت بيوصل شين وده بعد ما عارف من اخوها انها هناك معت شين وبتلاحظ انه تعامله غريب وانه بيتجاهله اغلب الوقت فبتسأله هو مختفي فين طول اليوم وبيتعامل معاك ده ليه فبيقطعها وبيقولها هاتي الالم بتاع اللي رجعته لك فبتستغرب ومع ذلك بترجعه له والله هو اخوض مش عايزين من وشك حاجة بس بتلاقيه بيديها الالم شابه بس عليه اسمها فبترجع في كلامها وجو يا باشا اللي ييجي منك احسن منك اه قصدي اي حاجة تيجي منك زي الفل وبتفضل يو يتدور على طريقة زود بها المبيعات وبتحاول تتعاقد مع حد من الجماعيات الخيرية لان ده هيقوي صورتهم ويزود زباينهم بس للأسف كل ما بتكلم حد ياب يرفض ياب يقولها النوم بيتعامله مع مكان تاني اصلا حد ما بتلاقيه جامعية كده كانت مقدمة فيها تتواصل معيها وبيحدده اجتماع في مكان معين فبتفرح جدا وبتقول لعمتها انها متقولش لحد حتى شين وده لانه لو لقدر الله المقابلة فاشلت ماش ماتش فيها وفعلا بيجي يوم المقابلة وبيستغرب شين لما بيلاقها تتشايك وبيفكرها طلع موعد مع ابن عمه شوين وبيكون هيولع من الغيرة ولما بتروح بتوع عمتها بالسنة قدام شين والدكتور زميلهم وبتقول على المقابلة بتاعته يوم مع صاحب الجامعية فبيتجنل الدكتور لما بيسمع اسمه ده لانه معروف انه متحرش ومقتصم فبتحاول العمه تتصل بيوه عشان تحذرها بس هي مش بترده ده لانها في نفس الوقت بتكون قاعدة مع الراجل ولما بيعرض عليها انها تشرب بترفض بتقوله انها بتذكر بسهورة فبيقول لها خلاص نشرب عصير عادي وبيستغل انشغالها وبيحط مخدر في العصير بتاعها وشوية بتحس ان فيها حاجة غلط وبتعمل نفسها تروح الحميم وبتتصل على شين وبتطلب منه ولحقها بسرعة وبعدين بتفقد الوعي فبيتصل على عمتها وبيعرف مكانها وبيتحرك على هناك وفي نفس الوقت بيتحرك تشين كمان هو عمتها والدكتور لهناك وبيوصل تشين الاول وبييجي مع الراجل وبيضربه وبياخد يوه في نفس الوقت اللي بيوصل فيه شين واللي بيتجن لما بيلاقيها فقدة الوعي مع تشين فبيضربه وده لانه مفكر انها كانت مع تشين من الاول وانها اعتصد تطلب مساعدة منه بس اول ما بتوصل عمتها بتشرح له اللي حصل وبيسلمه الراجل للشرطة وبيوده يوه للمستشفى وبيفضل شين جنبها تولي الليل بعد ما اعتذر من ابن عمه على سوء التفاوم اللي حصل والتاني يوم بتسحى يوه وبتكون محرجة جدا لما بتلاقي انها رايبة جدا من شين وبتجري للحمام ولما بيرجع له المستشفى بتحاول يوه وتخسن الجاكت بتاع عشان هي بهدلتهم بارح بس بيقولها شين ان الجاكت ده لما بتغزل بيبوس اصلا فبتنح وبتحس انها كفى بهدلتها في الوقت لحد كده بقى ولما بتشكر عشان انقذها بيقولها ان مش هو اللي انقذها واني تشين اللي عمل كده فبتروح لتشين وبتشكر على موقفه معيها وبتقول لها درشكرك ازاي فبيقول لها وعديني فبتتصدم وبترفض فورن ولمما بيسألها رفضت ليه بتقول لحنا مجرد اصدقاء وبطل هزار وطلب حاجة تانية فبيحضنها بيقولها خلاص اخدت اللي عايزه وبيروح شين لي يوي وبيقول لها انه عايزها تشارك معايا في مصابقة ادوية تحصل في تايلاند وعايزها تشارك باسم المستشفى بتاعتها فتتردد في الاول وده لان دي مصابقة عالمية وفيها ناس كتير واكيد مش هتفوز وبيطمينها انو مش مطلوب منها هتفوز اصلا وكل المطلوب هي انها تروح اشان تتعلم حاجات جديدة وفي يوم بيجي للدكتور الكاريزما اللي شغال معيه وخبر ان البيت بتاعه غيره وبيكون هو تعبان اصلا من الشغل اللي عليه وبيطلب من الممردة انها تخلي اكله يوصل للبيت بتاعه ولما بيوصل بيتفاجئ بان الاكل بتاعه متاكل منه متبهدل فبينزل وبيتخاني مع بتاع الدليفري ومش بيرضى يسمع تبريره وبيقوله ان هيدي له تقييم سيء يعني حرفيا هو بينفاجر في وشه وبيطلع عليه كل الضغطات ومع ان بتاع الدليفري ما بيكونش عارف ايه اللي حصل وحصل ازاي بس بيسكت وبيمشي ومقتها بيشوف قطة لطيفة كده وبتكون متبهدلة فبيعرف ان هي اللي اكلت الاكل بتاع الدكتور بس بتسعب عليه وبيكرر ان ياخدها عشان يعتني بيها وبعد ما بيخلص شغله بيقعد في حديقة كده يرسم الناس مقابل فلوس بسيطة وفي نفس الوقت بيقابل يو يو شين وهم بيمشوا كله وبيعرض عليهم ان يرسمهم ولما بيوافوا بيفضل يقولهم يقربوا من بعد عشان الرسمة تطلع احلى بس بيقاطيهم القطة لما بتهربوا زي ما يكون بتضلوا منه وانهم يمشوا وراها لحد ما بتوديهم بيت مهجور مليان قطة وبكون في قطة منهم متعسرة في الولادة وحالتها خطر بتاخدها للمستشفى وبينقذوها وبتولد بسلام ولما بتقول يو شين انها عايزة تجيب بقى القطة للمستشفى بيرفض وده لانه صعب يتحملوا تكاليفهم وموفيش مكان ليهم اصلا فبتكرر يو انها تشغله بانها تبعاته مشوار مهم ليها وجوي نفسها جرب العصير الفلاني ومش هعرف اروح وبجد مش هقدر عيش من غير ما جربه ومع ان اداها اوفر ومش مقنع الى انه قرر يعمل لها اللي هي عايزة وخلاص وفعلا راح يعيني وقف طابور طويل عشان يجيب لها اللي هي عايزة وهي استغلت دفء انها خلت اخوها ويت شيني يروح يجبوا القطة كلها للمستشفى ولما عارف شيني اللي حصل قال لها انها تديهم لاي حد ممكن يتبناهم وفعلا بتسمع عن مقهى قطة يعني الناس تقعد فيه وهي بتلعب مع القطة وبتقابل الملك بتعب بتتفي معاه لانه ياخد القطة ويعتني بيهمون خلاص كده تبناهم ومداروش ياخدوهم منه الا لو اسأموا عملتهم وبيبضل شيني يقول لي يو يو يا حاجة ما تمتش العقد دلوقتي تعالي ناخد لفة ونجيله يوم تاني وهي والله ابدا ده بنخلتنا خلاص انا اتطمنت على القطة معاه بجد بتفكرني بنفسي وازاي بصك في الناس بسهولة واول ما بيمشوا بيقع الشيني يتخني معاها وده لانه ما دوروش وراء الراجل لسه وما تأكدوش انه مناسب للقطة وهي بتصر انه كويس وملهاش لازمة تأخير فبيروح تاني يوم باعت ممرضة من المستشفى لهناك عشان تشوف وضع القطة وفعلا بيطلع معها لان القطة بيكون في حالة نشاط مش طبعية كأنه بغدين منشطات وده لان فيه اماكن بتعمل كده فعلا بهدف ان القطة تكون حيوية وتلعب مع الزباين فبتروح يو يو تتخني مع الراجل وبتحاول تاخد القطة منه بس هو بيقول لها طالما مش معاك دليلي بقى ما تقدريش تعملي حاجة وبالليل بتقرر ريوت تسلل للمكان عشان تلاقي دليله وبتلاقي شين وراهه وبيستخبه لما الراجل بيدخل ولما بيطلع بياخدوا المفتاح بتاع القفص وده بعد ما شافوا مكانه بيتأكدوا فعلا ان القطة في حالة مش طبعية ولما بياخدوا عينة من الاكل بتاعهم بيطلع ان الاكل ممزوب بمنشطات خطيرة ولكن برغم كده ما بيقدرش حد فيهم ان يثبت ان ده هو نفس الاكل بتاعهم وانه هو السواف الحالة للقطة فيها تب يخلوا تشين يفتح بس ويعمل فيها يوتيوبر وعمل لايف عشان يعلل للمكان وبيشغلوا العاملين هناك وبيصور تشين القطة وشكلها الغريب وبياخد عينة من الاكل بتاعهم وبيحللوه كل ده قدام الباس فبيهاجمهم الناس وبيحتاجوا قدام المحل لحد ما الراجل بيسخر ببيته وبيرجعوا القطة التاني لانهم اثبتوا ان كان بيقذيهم وبيقرر شين يعمل زي احتفالات كده بحاجات كده يخلوا الناس تقعوا بتلعب مع القطة ويدفعوا فلوس مقابل ده واللي عايز يتبنيهم يتبنيهم ولو محدش يتبنيهم هيكونوا بالحركة دي ووفروا دخلوا يقدروا يصرفوا منه على القطة دي ومع ان يوه بتعترض في الاول الى انها بتلاقي اني مفيش حل تاني وفعلا بتنجح الفكرة وبيستخدم شين الاربع في اني يوفر مكان مناسب للقطة وفي مرة وزي عندي شين في البيت بتشوف صورة مرسومة ليه هو ويوه ومعهم كارلو بيكون شكلهم زي ما يكون عيلة كده فبيتغير جدا وعلشان كده بتكرر انها تحاول تقنع دين عشان ياخدها معالي المؤتمر اللي في تايلاند وفي نفس الوقت لما بيعرفت شين موضوع السفر بيكرر يستيل فلوس من اخو يوه عشان يسافر وراهم وده لان حساباته متجمدة كلها عشان كده هو بيشتغل اصلا وفي المطار بيقابل يوه وشين الدكتور دين وزي وبيكونوا خايفين جدا ان دين يكشف حقيقة ان يوه دكتورة بيتارية وعلشان كده لما بيعرف انها مسافرة كطبيبة خاصة بيجيب شين سيريت ان كارلو مريد قلب فبيفكر انها مسافرة عشان تعتني بكارلو مش شين ولما بيجي معادة طيارة بيمشي شين هو ويوه ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان العم حجزت ليهم جناح شهر عسل ومش بيكون في اي قوة تانية فاضية فبيكرر يقعدوا في نفس القضاء وخلاص وبالليل بتسحى ايه وبتلاقي ان شين مش موجود فبتنزل تتمشى ووقتها بتقابلت شين واللي بيعمل نفسه متفاجئ ومنزم قصودة في الغريبة دي وبيقول لها انه جاي يحضر فرح صديقه وبيحاول يتمشى معها فبتزحلوه على اساس ان يروح عشان يجيب اكل ليهمو بتاخد كارلو وبتقعد تتمشى وبتروح عند النهر وبتحط مصباح عشان تتمنى امنية وفجأة بتلاقي شين وراها وده لانه شافها هي وكارلو وهما بيطلقوا الفنوس في النهر وبيقعد يتكلم معاها وبتقول له سر من اسرارها في الطفولة ولما بيجي يقولها سر وبيقطعهم مت شين اللي بيجي وهنا بتستغلي يقول فرصة وبتخليهم يناموا مع بعض وتوعظ في القضاء الوحدها وبيتفق شين وتشين النوم ما يقطعوش على بعضه ده لان الاتنين خلاص اعترفوا النوم بيحبوا يويو وبيكرروا يعملوا بنوم منافسة شريفة وبيأكد شين على ابن عامه وما يخليش زي تكشف النهيو بيطارية واني تشين بيشتغل في المستشفى عندها وتاني يوم بتحضر يويو احداث المؤتمر مع شين وبيتجهلوا اتصالات تشين كلها واللي بيكون قاعد زهقان وجاعان ومش معافلوس يجيب اكله عشان كده بيكرر ياخد كارلو عشان ينزل يدور عليهم ولما بيلمحهم بتقطيعهم زي اللي بتتفاجئ بوجوده عشان كده بيطاري لها وبياخدها وبيتفي معا النوم يتحدى عشان هي تاخد شين وهو ياخد يويو وفي الوقت ده بياخد شين يويو القبر صاحبه جياه وبيحكي لها عن انه زمان لما كان صغير جيل تايلند مع امه وابوه وللاسف ابوه ماتفاجأ وهو يعيني اول ما شاف جسدت ابوه طلع يجري من الصدمة وتاع وفقد الزاكرة ومعرفش يفتكر المكان وفي دلتيه كام سنة وهما مع بعض وبيشتغلوا مع بعض وبيعتنوا ببعض وحتى انهم في يوم قابلوا كلبة والده جروه وبكون حالته صعبة وبتموت والجروه ده هو كارلو اساسا وفي يوم بيبلغوا جياه واني جمع فلوس عشانه اخيرا وهيركبوا مركب عشان يشوف البحر زي ما بيحب ويوم هم هم راجبين على المركب وفرحانين بيقعوا في المايا وبيمجي اياه ووقتها بيلاقي اهل وبيرجع تاني للصين وبيقعد يحكي له عن قدي ايجيا وكان بيحب المنجا وعشان كده لما بيزور قبره بيجيب له منجا وبيكون بيلوم نفسه على موت صديقه وده لانه هو اللي كان عايز يروح البحر ويصاحبه جيمعه عشان يحقق له رغبته وبسبب ده فقط حياته ببتقعد يو يتواسيه وبتقوله انها مش غلطته وانه لو صاحبه عايش عمره مكان هيلومه لانه عارف انه مش السبب وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا للفندق وهناك بيجي له متصال من المستشفى وده فسبب ان فيه مشكلة كبيرة حصلت وفيه ناس بتظهر قدام المكان وعايزين يقصروا عليهم فبيكرروا يجرعوا بسرعة ويسيبوا كل حاجة ولما زيب تعرف انه مشي بيكون متضايق وتبدل تشرب كتير وبيكون معاها دين اللي بيكون معجب بيها وبيحاول يقرب منها بس هي رفضة عشان بتحب حد تاني وبعد ما شين بيمشي بتاخد دين للمكان اللي شين كان فيه وبتستغرب لما بتشوف المنجا والقبر ولما بترجع السين بتسأله عن جياه فبيتعصب عليها بالذات لما بيعرف انها عرفت مكان قبره لانها مسكت تليفونه قبل كده وفعالت خاصية تخليها تعرف موقعه على طول فبيتخني معاها بسبب اللي عملته وبيقول لها ما تتدخلش في حياته وبيعرفها انه عمره ما حبها ولا كان مهتم بيها اصلا وبيخليها تمشي وهي زعلانة ولما بترجع البيت بتسأل والدها عن جياه فبيعرفها هو مين وبيطلب منها ما تتكلمش عنه معاشين عشان الموضوع ده بيضايقه فبلاش تقلبها على المواجع ما تعرفش يا حاج انها قلبت وخلصت وخلت الواد مش طيق نفسه وعندي ايه وبتمر بمشكلة في الشغل واللي هي ان فيه واحدة جات من فترة طلبت من الدكتور ان يفحص الكلب اللي معاشا هي عايزة تشتريه وجاية تتأكد اذا هو سليم ولا لا والدكتور لما كشفوا عمل تحاليله بيعرفها انه سليم وبينبه عليها انه ممكن الكلب يكون عنده فيروس معين بس مستحيل يعرفه قبل ما يعدي كم يوم عشان تظهر الاعراض وبعد كم يوم بتتفاجئ السيتي دي بان الكلب تعبان جدا وبيموت فورا ولما بتروح للدكتور عشان تسأله عن اللي حصل بتلاقي التاجر اللي باعليها الكلب عنده وبيتضيله هدايا وبيشكره على مساعدته فبتهاجمه لانه بتفكره كان بينصب عليها مع التاجر من الاول فعلشان هي بلوجر معروفة بتنزل اللي حصل ده وبتفضحه معشان كده فيه متظاهرين كتير على باب المستشفى ولما يو يبتقعد مع الدكتور عشان تسأله ايه اللي حصل بيحكي له وبيعرفه ان الراجل ده كان زميل قديم ليه وجيه شاكر على مساعدته وطلب منه يتعاون معها لطول بس انا رفضت وكنت بتروض وفجأة فاجئت بالست وهي دخلت راجم عليها والست بتفضل مصر على ان الدكتور مقلهاش ان فيه فترة حضانة للفيروس قبل ما تبدأ الاعراض وعشان كده هو مش متأكد قوي وبيتدخل شين عشان يهدي الست ويعرف ايه طلبتها بس هي بتتخاني معها اكتر بتقولوا النوم قدامهم 24 ساعية يعترفوا بجريمتهم ويعتزروا ايه هتهريهم مقالات ويحشك فبيفضل الكل متوتر وبيحقق شين ويوتشن في الموضوع وبيعرفوا ان الست دي كان عندها كلب نفس الشكل والاسم بس مات وبعد ما تبنت الكلب التاني ومات هو كمان اكيد انهرت من الصدمة عشان كده هي عقلها رفض بعض اجزاء الاحداث اللي حصلت وقررت تلمي اللومع اللي يجي قدامه وهم جون في الرجلين وقرر شين انه يجيب لها كلب نفس النوع والشكل يمكن وجوده يقلل الصدمة شوية ويخليها تهدى ناحيتهم عشان تسمع وجهة نظره وفيها لان بيلاقيوا الكلب في اخر لحظة وبيودوا لها واول ما بيتشوفه بتنهره بتفضل تعايت وهي بتسترجع ذكرياتها مع كلبها الاول وازاي كان معاها في اسعى فترات حياتها وفي نفس الوقت بيقرر الدكتور ان يروح للتاجر ويربوت فيه ويروح للست في بيته عشان تسمع التاجر بنفسها وفعلا لما بيروح بتكون هديت شوية وبتسمعه فعلا وبتقرر تنزل مقر توضيح للي حصل بس للأسف كده او كده بيكون نسبة الزباين في المستشفى وليلا فبتحول يوه انها تمضي عقود مع اصحاب محلات الحيوانات بحيث انهم يساعدوا في الترويج للمستشفى بس شين لما بيعرف اللي هي بتعمله وبيقول لها انها بتضيع وقته ولما بتقوله طب وايه العمل بيقولها انها تسكت وتقدر بتصيبه يحط خطة عشان كل خطة لها اروع متانية وعلشان بنتنا بتسمع الكلام بييجي في بالها بالليل فكرة وبتقرر تنفزها ولما بتتصل على شين بيرفض وبيقفل في اشتاها بس مع ذلك بتصر وبتقرر تعملها واللي هو بقى انها تروح شرك الشين عشان تقابل الدكتور زميلها وده لانه يعتبر مشهور وليمعجبين وبتكون عايزة يجي كام يوم بس في المستشفى عندها وكده هيساعد في العيادة وفي نفس الوقت بيقابل الجد زي وأبوها وشين وما بيعرف شين من زين نيويو موجودة في الشرك عشان هي اللي شافتها الصبح ودخلتها اصلا بيكونها يتجانن وده لانه عارف انها عملت اللي في دماغها برضه وبيقرر الجد واللي معانهم يروحوا لمكتب دين عشان يسلموا عليه ويسألوا عن اخر التطورات بس بيتفاجئ الكل معادة شين طبعا لما بيقابلوا ايو هناك واللي بيكون مرعوبة لاتكشف بسبب وجود دين والجد في نفس القوضة الى انها بتعدي على خير السيدين بيعرف ان ايوو بتمثل انها دكتور الشين وبرغم من انه بيكون مستغرب الى انه مش بيكرر يقول لحد حاجة وبيروح بعدها ساعدة في المستشفى فعلا مع انه قرفت في الاول بس بعدين رجع في كلامه ومع ان بيكون المكان مليان زباين الا ان شين ويت شين بيكونوا مولعين وعشان كده بيكتموا عشان يكرروا هيعملوا ايه وعلشان كده بيكرر ايت شين انه يكلم ابوه ويفتن عالدكتور عشان ابوه يكتر الشغل عليه عشان ميروح لهاش وده لانه مفكر دين بيساعد شين مش ييوبه مجرد ما بيبطل دين انه ييجي بيقل الزباين بل شبه بالكون معدومة فبيقعد شين يقول لها مش ارتلك الخطة دي فشلة وده لاننا بنبني نجاح المستشفى لحد تاني واللي هو الحالة الوحيدة اللي خطتك ممكن تنجح فيها هي تعيين دين موظف عندهم بس طبعا لانها عارفة انها مش هتعرف فبتكرر تشوف حل تاني وخلال الوقت ده بتكون يوب بتحاول تتضرب عالجراحة عالدوميا اللي كايب بتلعب بها وهي صغيرة بس بتخاف وبتفشل وبتقعد ديوت يشتكل باباة من شدة شين معاها بس هو بيقول لها ان الشدة في اوقات كتير بتكون مطلوبة ولازم تعرف ان عمالي دي متسعيدة اكيد وهتنفعها فبتقتنع وبالكرر تكتعد اكتر وبيقعو الشين معدين الدكتور وبيتكلم معا عن الدواء اللي بيطوروا قد ايه هو مهم للشركة وانه علاجها هيعمل نقلة نوعية في مجال الحيوانات وده لانه هيعالجهم من السرطان بس تاني يوم بيتفاجئ الدكتور بعامي شين وبيسأله عن وسل لفين فبيقول لهم العلاج او عالج الحيوانات من السرطان بس في فران منهم جلوا ومشلل وعرق جنبية كتير بسبب ده فبيقعد العام يقول له ومالهم مهم ان الحيوان يخف من السرطان ومن نجدعه بالمشاكل التاني دي مجرد اثار جنبية زي اي دواء وبيطلب دين من العام ان يديه الوقت اكتر ويساعده ان يوصل لاختراع بتاع عالم معين وده لانه ممكن يساعده كتير فبيوافق العام وعندي يقول لبتعرف ان صاحب محل كلاب كبير عايش في قرية معينة كده فبتسرع عجلة الدكتور اللي معاه في المستشفى بتروح للمكان ده واللي بيكون غابة واستجابل ولما بتطول وتليفونها بيفصل بتقلع عليها عامتها وبتبلغ شين بالمكان اللي كانت رايحها وفبيروح وراه وهناك بيلاقي الدراجة مقلوبة ولسه هيخاف عليها لقاءها زي الارضة وخايفة من حيوان بري ووقتها بيقابلوا جدين لطف واللي بيسروا يخلوهم يباتوا عندهم وبتخلوهم فقودة واحدة لان ما فيش غيرها وبيقعد اللي اتنين مش عارفين يناموا لحد ما بيكرروا يطلعوا يرقبوا الامر والنجوم وكل واحد بيتكلم عن حياته وهو مخاوفه اكتر وبيعرف الجدين تاني يوم انهم بيدوروا على شخصه معين ولما بيعرفوا اسم الشخص ده بيطلع ابنهم وبيتصل علي وجو انت لو ما مضيتش معاهم عقدة هتبرى منك وتصعيد غير مبرر للموضوع الصراح كل ده عشان يوي حاولت تنقذ الخنزير بتاعهم ونجحت وعالجته وعند اتنين كده ماجي الناس سريتهم من زمان وهما اخو يويو وتشين وده بعد ما بيكرر اخو يويو يساعد تشين ويعرفه على الاهل عشان يقدر يقرب منه وله هو اي حاجة يمكن تليه بس بيقول لأخاه انه يحدد له معاه مع لعبه المفضل الاول زي ما وعده وفعلا بياخده معاه الحفل اللاعب ده عامله وبيكون متحمس جدا ان يشوف بس بيطلع ان اللاعب ده كان مختفي طول الفترة دي بسبب انه كان عند كنسر وبيتعيلك بس مقدمهوش كتير وعشان كده قرر يعزم الكل عشان يودعهم وبيوصيهم انهم يعتنوا بأمه وبينهروا وبياخدوا على المستشفى وبيقعد لها بيقول لأمه انه عايز قبل ما يموت ياخد صاني الكلب بتاعه معاه للشاطئ بس للأسف اللي مش بيكون عارفه هو ان الكلب ده مات في مستشفى البطلة وده لانه عنده فشل كلب ومش هينجو كده او كده وبيكرروا ينفزوا امنيته ويتحقوا عليه ويهموا انه قدام البحر بالاجواء وكده وبيجبولوا كلب شبه صاني وهو قاته ومش بيكون قادر يشوف بسبب موقع الورا ومع انه بيكون عارف انهم بيجذبوا عليه وان الكلب ده مش بتاعه إلا انه بيشكر الكل على مجهوداته أصلا وبعدها بيتوفى وفي يوم بيطب الجد البيتشين وبيخلي يوتوب عيده انها تعيش مع عشان عشان تعتني بيه وده لان حالته خطر وخايف عليه وهو الواحده ولما بتحاول ترفض بيعمل الجد نفسه هيتجلته مع ان ادائه بيكون فيك الى انها بتوعيده في اعلان وبيقول لها الجد انه هيجو يزورهم فجأة كل فترة ولو عارف انها ما نقلتش هينفخهم وبتقول يويو مش عارفة تقول لأهلها موضوع انها تعيش مع عشان ازاي فبتكرر تكذب عليهم وتقولهم انها هتكون في المستشفى فبس اخوها بيفضحها هو ويتشين وده لانهم مش عايزين انها تعيش مع عشان وبتعجب الام جدا بتشين وبتكون عايزة تجاوزه اليو وبتعجب تقول لها انه ولد حلو مايتسابش فبتقول لها طب ما شين مايتسابش برضو بيكرر ابا انه يحترم قرارها ايا كان وبيقول لها انه مش هيمنعها تعيش مع عشان لو هي عايزة ده وبيوقف امها لما بتحاول تعترض وتاني يوم بتاني اليو حاجتها البشين واللي بيخليها تنام على الكنبة وده لانها مش هتنام في قده او قد الكارلو اكيد ولما بيقول لها طعف قده تالتة كده كلها طحف قديمة بتخاف منها وبالكرر تفضل عالك انا بقى احسن وبتكون جاية وجايبة الانضم بتاعها تقولش الواد ما عندوش اكل في بيته ولما بيقول لها يا حاجة تلاجة مليئينة بتقوله بس انا مش هاكل منها وبتكون مغلبة جدا بنظام حياتهم اللي عكس بعضو بيكون مش عارف ينم بسبب عميلها يعني مرة تسرعه وتخليه شوف معاها فيلم رعب طول الليل ومرة تحط غسول البشرة بتاعها في علبة غسول السنان بتاعه قال ايه اصلع البيتها تقصرت والاسوأ بقى انها بتأكله مخلل غريب ريحته بتغلب البيت مع انه بيعجبه الطعم لانه لما بيشوف فيلم مع مية المخلل بيتقرف وبيرجع كل ده ويوم استغربة هو مال وده ما طبيعي يكون فيلم في مية المخلل وبس كده بيكون خلص الجزء الاول بتاع مسلسلنا النهاردة لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل ليو وشيلا ما يفضله في بيت واحد وهل هيهدو ولا هيعمله مشاكل اكتر ويا طرق ايه اللي بيحصل بين دكتور دين وزي كل ده هنعرفه الجزء التاني ان شاء الله وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتقولونا رأيكم في التعليقات ودعو كتير لاخواتنا في غزة وسلام